السلام عليكم وقلب بكم آخر كلام وحلقة جديدة في بداية أسبوع جديد حابب أعتذر لحضراتكو عن الغياب اللي حصل للأسبوع اللي فات الأربع الخميس الجمعة السبت وأحابب أشكر كل اللي بعتولي دعوات وبعتولي رسالة طمينه على والدتي لأنها كانت في المستشفى الأسبوع اللي فات فبشكر حضراتكو جدا وبعتذر عن عدم التواجد معاكو طوال حلقات الأسبوع الماضي مصر أكبر من هؤلاء الأقزام من الأقزام لو الصورة مش بينة معاك فخليني أعرفك عليهم السيد رئيس اتحاد القبائل العربية أو رئيس جمهورية القبائل العربية الحج إبراهيم العرجاني يا ظهر السينوية ويعيش ابو عصام شيخنا السبع الدرغام وسيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي رئيس الجمهورية أو هكذا يقال والسيد عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية ومن يلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس يبقى إحنا عندنا تلاتة من الأقزام الصورة قدام حضراتكو هي عشان تبان أقزام قدام مين؟ أقزام قدامي قدام حضرتك؟ الحقيقة لا الحقيقة أن الصورة مقصودة أنهم يكونوا أقزام تحت العلم المصري التلاتة دول أقزام أمام جمهورية مصر العربية التلاتة دول أقزام أمام قيمة مصر أمام قيمة الوطن أمام السيادة المصرية لكن الحقيقة اللي يوجع أن التلاتة دول أقزام أمام دبابة الاحتلال الإسرائيلي اللي رفعت العلم النهاردة في محور فلاديلفيا والعساكر والزباط بيطلعوا لسانهم لهؤلاء الأقزام التصميم ده هو ملخص اللي حصل النهاردة يا سادة التصميم ده هو ملخص الحكاية مجموعة من الأقزام بيعبثوا بوطن اسمه مصر الحلقة دي لمن تبقى له بقية من حب لهذا الوطن ولمن تبقى له بقية من وطنية فالحلقة دي عشان حضرتك كنت معارضا فأهلا بك كنت مؤيدا فأهلا بك كنت من حزب الكنبة فأهلا بك إن كان لديك حب لهذا العالم وهذا الوطن فالحلقة دي عشان حضرتك بكل المشاعر اللي هتطلع فيها بكل الحب اللي هتطلع فيها هحاول إن أنا أسيطر على انفعالاتي إن أنا أكون مهني كما تعودته لكن الحقيقة أنا كمواطن مصري غبان غبان جدا وزعلان ومخنوق ومدايق وصعبان علي بلدي صعبان علي الناس اللي استشهدوا صعبان علي طراب البلد صعبان علي تاريخنا صعبان علي تضحيات شعب صعبان علي الشعب المصري إن إحنا نتحول للعبة وألعوبة في يد تلات أقزام اللي وراهم ليه؟ لأن ليهم علاقات مع الدبابة اللي هناك واللي سيئة الحقيقة اللي حصل النهاردة ملخصه قدام حضرتك بلد كبيرة بيعبر عنها العلم بيتحكم فيها تلاتة من الأقزام بيتقزموا مش بس قدام البلد لا ده هم بيقزموا البلد قدام الدبابة الإسرائيلية ده ملخص الحكاية للي عايز يفهم لو عايز تسمع اللجان الإلكترونية روح اسمعهم ويرجع تاني عشان تعرف أصل الحكاية هنا لأن اللجان الإلكترونية مش هيكلموك عن العلم ولا هيكلموك عن البلد لكن هيكلموك عن القزم بتاع إتحاد القبائل العربية وهيكلموك عن القزم الثاني سيء الذكر رئيس الجمهورية وهيكلموك عن القزم الثالث مدير المخابرات العامة المصرية الصورة هنا هتكون مختلفة واختاب الحلقة دي هيكون مختلف شوي لأن الحقيقة اللي حصل النهاردة إهانة اللي حصل النهاردة أنا أعني ما قلته في مقدمة الحلقة أنه هو نكسة أشبه بنكسة 5 يونيو 67 نكسة بكل ما تحمل الكلمة من معنى معنى قاسي ومزعج ومؤلم قالها الأستاذ محمد حسنين هيكل وهو اللي وصفها بهذا الوصف النهاردة إحنا بنعيش نكسة لأنه للأسف الحدث مش نفس الحدث هو ما فيش احتلال للأرض ولا حاجة ما فيش إنه هم أخدوا منك سينة ولا حاجة لكن لأنه التعاطي اللي بيريد مجموعة الأقزام الثلاثة إن يخلوا الشعب المصري يتعاطى مع اللي حصل النهاردة هو ده اللي يزعل هو ده النكسة إن الناس عدمت فيها المروء الوطنية الناس عدم فيها حب البلد يا جماعة الناس خلاص تحولوا لمجموعة من عباد الأصنام وياردها أصنام حقيقية دي أصنام من عجوة إذا جاعوا يوما ما أكلوها وضربوها بالأحذير يوم ما هيجوؤوا هيكلوا براهيم العرجاني وعبد الفتاح السيسي وعباس كامل مع أول ألم في أول منعطف خطير هيضحوا بيهم ويسيبوهم وهيمشوا لكن النهاردة إحنا أمام مشهد فارق في الحياة المصرية إنسى العشر سنين اللي فاتوا النهاردة منعطف خطير بيقول لحضرتك مدينة الإنتاج الإعلامي واللجان الإلكترونية ومجموعة المرتزقة اللي بيتغذوا على فضلات الأقزام التلاتة ومؤسستهم والناس اللي وراهم الناس دي لا همها علم ولا همها بلد بيحكوا عليك سنين طويلة وقال لك أصله إعلام الخارج أصله الناس اللي بأصله الأجهزة اللي مش عارفي أنت النهاردة تكشفته النهاردة تفضحته النهاردة بيتم التعدي على محور فلاديلفيا المنصوص عليه وفقاً للملحق الأمني في اتفاقية 2005 الملحقة باتفاقية السلام كام ديفيد بين مصر وإسرائيل الموقعة سنة 1979 الدبابات المركابة بتدخل محور فلاديلفيا ومنصوص في الاتفاقية أنها لا تدخل إلا بإذن أو تنسيق مع مصر هنا ممكن اللغز يكون تحل هنا ممكن نكون حلينا قصة هنا ممكن نعرف أن القصة كلها مش محتاجة يا أسامة التصميم ده أنت كان لازم تحطهم في مكانهم العادي لأن الجماعة متفقية مع إسرائيل هنعرف ده بعد شوية وهنتكلم عن السيناريوهات لكن المشاهد اللي حصلت النهاردة هي مشاهد تحرك الحجر والشعب المصري مش حجر والحركة هنا مش بقولك انزل الشارع واعمل ثورة لا خالص أنا بقول لحضرتك النهاردة هو فرقان بين من يتشدق بالوطنية والمعجون بالوطنية بين الناس النهاردة اللي انفجرت في بكاء وهستيريا وغضب على مواقع التواصل وكان غضب حقيقي منزه عن الخلاف السياسي ناس كانت زعلانة على البلد كانت زعلانة على العلم كانت زعلانة على الأرض كانت زعلانة على السيادة وناس تانية كانت مداسة بالبيادة ناس تانية كانوا بيلعقوا أحذية الأصنام الثلاثة إبراهيم العرجاني وعبد الفتاح السيسي وعبد باس كامل تعالوا نشوف المشهد اللي أثار غضب الشعب المصري النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام دبابات الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية المصري الثلاثة كامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللقطة اللي هناك دي نطلعها تاني على الشاشة الصورة دي على محور فلاديلفيا على بعد امطار من الحدود المصرية العلم الكبير اللي متركب ده مش عشان ياخدوا الصورة ويقولوا سيطرنا على معبر رفح لا العلم اللي حضرتك شايفوا بالحجم الكبير ده عشان يقولوا للاقزام التلاتة احنا بنمع في تقزمكو بنمع في اذلالكو احنا في محور فلاديلفيا احنا بنخالف اتفاقية كامب ديفيد ولن يجرؤ قزم من الاقزام الثلاثة ان يفتح فمه الصورة اللي حضرتك شايفها دي هي دي السبب ان انا بقول لك النهاردة 7 مايو 2024 هو نكسة لا تقل ابدا عن نكسة 5 يونيو 67 خلاص فدي الصورة وده المشهد اللي النهاردة الاحتلال كان متعمد انه هو يظهر فيه طيب المشهد ده ليه بنقول انه هو خرق لبنود اتفاقية كامب ديفيد ليه بنقول انه هو خرق لاتفاقية فلاديلفيا ليه بنقول انه هو تعدي على السيادة المصرية تعالوا نشوف مع بعض كيف يعد اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح خرق لبنود اتفاقية كامب ديفيد مع مصر لكن الصورة دي عايز دايما الزملاء يبقوا محضرينها طول الحلقة كل ما نخلص عايز الصورة دي ترجع تاني اقزام التلاتة ودورهم اللي هما اقزام امام العلم امام الوطن واقزام امام الاحتلال الاسرائيلي تعالوا نشوف مع بعض ايه الخرقات اللي تمت النهاردة 23 ديسمبر الماضي جيش الاحتلال الاسرائيلي ابلغ مصر نيته انه يحتل منطقة محور فلاديلفيا الحدودية بين قطاع غزة ومصر والواقع ضمنها معبر رفح وان يبدأوا عملية عسكرية هناك قبلها بايام يوم 10 ديسمبر 2023 بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي كشف عن خطته لمستقبل غزة بعد الحرب واعلن نياته السيطرة على محور فلاديلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية نتنياهو كرر التصريحات دي مرة تانية بعدها بخمسة ايام على الرغم من ان القاهرة حذرته وانت عارب بقى مصر لما بتحذر والاقزام لما تحذير طالع لك من قذب فانت بتقف عنده ولا بتشوفه اصلا لانه مش على مرمى البصر بتاعك طيب وفقا لأحكام وعهد السلام المصرية الاسرائيلية لعام 1979 في كام ديفيد تم الاتفاق بين مصر واسرائيل على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة البرتوكول الملحق باتفاقية كام ديفيد في 2005 قال ان الحدود بين الطرفين مقسمة لاربع مناطق رئيسية من زوعة السلاح او خفيفة التسليح بدرجات متفاوتة ويسمح لمصر انها تنشر قوات امنية خفيفة في المنطقة جيم ويسمح لاسرائيل نشر قوات محدودة في المنطقة دال وهي المنطقة التي يقع فيها محور فلادلفيا بينظر للهجوم الاسرائيلي على رفح من خلال الحشود الضخمة المركافة انه بمثابة انتهاك لهذا البند اللي هو متعلق بمحور فلادلفيا او الاتفاقية اللي كانت فيه 2005 وتم الحديث عنها بين مصر واسرائيل يبقى احنا هنا بنتكلم عن اتفاق يتعلق باتفاقية كام ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل وبنتحدث عن ملحق لهذه الاتفاقية ملحق امني اسمه فلادلفيا تم توقيعه في 2005 وبالتالي وصلنا لايه في الاخر وصلنا في الاخر انه اسرائيل بتنتهك ملحق من اتفاقية كام ديفيد ده بيستوجب حراك ولا بيستوجب تطبيل للنظام ده بيستوجب انتفاضة ممن ينتمي لهذا العلم وهذا الوطن ولا يستوجب تبرير ممن ينتمي لاحظية الاقزام الثلاثة مرة تانية للي لسه داخل معانا يتفرق دلوقتي الاقزام الثلاثة خلينا اعرفك بيهم ابراهيم العرجاني رئيس جمهورية القبائل العربية الحج ابراهيم العرجاني يا ظهر السينوية عبد الفتاح سعيد خليل السيسي سيء الذكر رئيس الجمهورية عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية دول الاقزام الثلاثة اللي وصلونا للمشهد اللي احنا شايفينه ان اسرائيل بتنتهك فيه القصة بتاعة كام ديفيد وبيتم التعدي على الاتفاقية وعلى المحور بتاع فلادلفيا طيب جميل قوي فيه حد ممكن يقول لي يا عسامة انت ليه موترنا يعني يا سيدي هم متفقين مع اسرائيل طيب مش انت دايما بتقول ان سيء الذكر عبد الفتاح السيسي ده هو موظف لدى اسرائيل ايوة طيب خلاص انت اعرفنا ليه يا عم اقزم بقى ولا ما اقزمش الجماعة متفقين مع بعض اوكي الجماعة متفقين مع بعض بس انا قلتلك الحلقة النهاردة عنوانها العريض هو العالم ده اللي انا وانت بننتميله اختلفنا سياسيا اتفقنا سياسيا اتخنقنا دلوقتي حضرنا بعض بكرة وقفنا مع بعض في مدان واحد شتمنا بعض في قنوات ايا كان موقفي وموقفك في الاول وفي الاخر انا وانت بننتميل ده مش لدول مش هيكون ان احنا ننتميل دول لو انت عايز تنتميلهم دي مشكلتك اتعالج منها بسرعة لانه العالم ده اكبر منهم زي ما انت شايف الصورة واضحة العالم هو البلد العالم ده رمز للبلد اللي هي اكبر من الارجاني والسيسي وعباس كامل مستحيل يا حبيبي مستحيل يا عزيزي انك تقنعني اننا انتمي للناس دي فانت منتمي للناس دي وبتقول لا ما خلاص هم متفقين هقولك تمام ده شأنك لكن المشكلة الاكبر عند الوطن في ايه في الدبابة اللي هناك دي ازاي عشان كده قلت لك الصورة مهمة النهاردة انسى دول انسى الاقزام التلاتة تعال نركز في حاجتي خلاص اسرائيل سيطرت على معبر رفح من الجهة الفلسطينية اغلاقت المعبر تماما الميناء البحري اللي اتكلمت مع حضراتكم في حلقة سابقة عنه تقريبا في شهر يناير اللي فات بدأوا من بكرة تقريبا هيشغلوه وهيبقى هو المكان اللي هدخل منه المساعدات مصر بتطلع برق قصة تمام تمام ممكن نتكلم عن ده بعدين لكن القصة اصبحت ما بين مصر كبلد سيبك من الاخزام خلاص وما بين الدبابة اللي رفع العلم اللي هناك ده ما بين العدو الاستراتيجي لمصر اللي بينك وبين اتفاقية سلام وما بين الدولة اللي هي اسرائيل احتلت جزء منها قبل كده وانت حررته بدم ولادك في 6 اكتوبر 73 حلو المشهد ده مشكلته ايه اه لا فيه مشكلة كبيرة ايه انه الجماعة اللي بتدبابة هناك دول ورفعين العلم الاسرائيلي مشكلتهم مش مع فلسطين مشكلتهم مش مع غزة مشكلتهم مش مع خماص مشكلتهم مش مع الاقزام التلاتة لا ده مشكلتهم مع العلم او تحديدا نروح للجزء اللي ما اتكلمناش عنه في بالصورة مشكلتهم مع سينة الجماعة دول عينهم على سينة عينهم على بلدنا عينهم على ارضنا عينهم على دمنا على دم اخوتنا على تضحيات اهلينا على تضحيات القوات المسلحة المصرية على دم كل واحد سال في سينة هم عينهم عليها المشكلة الحقيقية مش في الاقزام يا جماعة هرجع تاني اقول لك الحلقة النهاردة بعيدا عن المناكفات السياسية بعيدا عن ان انا بقول له سيء الذكر وانت بتبسط الحلقة النهاردة عن البلد اللي هي دايما بعد السيسي وبعد العرجاني وبعد عباس كامل وبعدي وبعدك اللي هي موجودة من كام الف سنة وان شاء الله تظل موجودة وانا دوري ودورك ان احنا نحافظ عليها سواء بيرقاسها السيسي او محمد مرسي او ايا كان مش القضية دلوقتي مين الشخص خلونا نطلع لفوق شوية ونتحدث عن مخاطر ما جرى اليوم على الامن القومي المصري في وجود السيسي او في عدم وجوده في وجود العرجاني او في عدم وجوده في وجود عباس كامل او في عدم وجوده تعالوا نتكلم على البلد طيب الجماعة اللي هناك اللي على الدبابة دول اللي دخلوا محور في لديل فيا هل هم شايفين ان مشكلتهم انتهت هل هم حققوا الانتصار الكافي هل هم اكتفوا هل هم كده خلاص هيتوقفوا ولا هيوقفوا عند معبر رفح وزي ما عملوا فيديو من الفيديوهات اللي انتو شفتوها جابوا لك صورة البوابة المصرية وهتبدأ عينهم تروح على سينة الحقيقة تصريحاتهم هي اللي هتقول ترجمة نانسي قنقر